ما هو الفائدة في اعفاء النحية اعفاء النحاء ما هو الفائدة في ذلك هل هذا ليميز تكون صفة مميزة عند المسلمين لتميزه بينه بين الكفار أو من صفات الحياة أن يكون رجل يعني مستحي أمام المرأة ما هو الفائدة في اعفاء النحية قفدونا جزاكم الله خيرا الزواب من المعلوم أن الأمور التي شراءها الله في القرآن والأمور التي شراءها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعفى لحيته وأنه أمر بإعذائها فاجتمع فيها الفعل والأمر والله سبحانه وتعالى ما أنبت هذا الشعر في هذا المكان من الرجل من الرجل ولم ينبته في المرأة ما أنبته على شبيل العبث لأن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها فهي فيها وقار للرجل وهيبة له وفيها أيضا تمييز بين الرجال وبين النساء وقد يكون هناك حكم أخرى لكن من المعلوم أن الإنسان يسلم بهذه الأمور حتى ولو لم يعرف الحكمة لأن الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما فلابد من التسليم الكامل لله في شرعه عرفنا الحكمة أو لم نعرفها هذا هو الجواب عن هذا السؤال موسيقى